عايزة أرجع مرتين للاجئين في مصر المساعدات المادية بتكون بيحصلوا عليها ازاي؟ ويعني شكلها ايه؟ طيب هي مش كتيرة جدا طبعا وكانت زمان يعني من حوالي 20 سنة كانت بياخدها الناس كل واحد يعني الليك مرتب وكلها طبعا الأعداد زادت بيحصلوا عليها من الأمم المتحدة؟ مفاوضات الأقا ولا من الدولة المصرية؟ الدولة المصرية ما بتفعش حاجة لأ الدولة المصرية ممكن تدخلهم مثلا في مشروع 100 مليون صحة تدخلهم مثلا في موضوع الفاكسينيشن التطعيم الخاص بالكورونا مثلا أوكي خدمات ودايما البلاد المضيفة زي مصر وأي بلد تانية لما بيجي لها منظمة دولية ولا حاجة بيقول لهم بس شرطين أن أيضا المواطنين يستفيدوا يعني اليونيسيف مثلا اللي بتعمل مشروع التعليم لا محتاجين برضو قرى فقيرة تستفيد من الموضوع ده لو الدولة مش بتدفع احنا شفنا لما رئيس المفوضية زار مصر وزار الحدود المصرية السودانية تكلم على أن لابد يكون فيه دعم دولي للدولة المصرية لأنها بتستضيف أعداد من اللاجئين بالتأكيد إزاي هي لا تساعد وفي نفس الوقت شايفين رئيس المفوضية بيطالب تقديم لا هو دعم بيسموه الجستي دعم العملي مش مش فلوس بس ولكن المواد نفسها فالدولة كمان عشان الناس العلقين على الحدود واللي بيدخلوا اللي عندهم مشكلات فما هو بيطالب مثلا يعني الناس الأول ناس راحوا أسوان كان عندهم قيمة طويلة بالأدوية ألبان الأطفال أي من السودان طبعا اللي جايين من السودان لأن في حالات مثلا يعني كان عندهم السكر وكان قبل طبعا يعني حالة الرب كان الموضوع حصل فجأة من يوم 15 إبريل علم المسالة نظامت لكن طبعا يذكر مثلا الهلال الأحمر من أول الأماكن الجهات اللي حركت لكن أيضا الناس دي محتاجة محتاجة أن يتعملون مشروعات لها علاقة بالعلاج مثلا يعني لسه بقول لحضراتك مفاوضية اللاجئين تحت وليتها 300 ألف حضراتك هيزيد و200 ألف مما يعني حوالي 70% من الخدمات لازم تزيد يعني فده طبعا دي حاجة بالملايين المسجلين تاني بنأكد على فكرة المسجلين لا المسجلين لأن الباقيين سواء هما ما سجلوش خالص ما لهمش علاقة بمفاوضية اللاجئين أو في فئة حظها سيئة أغلقت ملفتها يعني أنا لما أجي مصر مثلا بتقدم للمفاوضية بيعملولي مقابلة تحديد صفة اللاجئ اترفض عندي القابلين أن أنا أعمل استئناف اترفض الاستئناف فأنا يعني بما لا دع مجالا للشك يا إما أنا ما بقولش الحقيقة يا إما أنا بقول الحقيقة لكن ما عنديش خطر ينتظرني حال عودة البلادي فخلص أنت ملفك مقفول يعني أنت من الآن فصاعدا لست تحت ولاية مفاوضية اللاجئين عملية البحث في إمكانية عودة اللاجئ بتستغرق وقت كبير؟ هي اللي أنا عرفه أن طبعا بتكون بالمشاركة مع مكتب مفاوضية اللاجئين المكتب رئيسي في جينيف هو اللي بيقرر يعني بيجي له تقارير وبيجي له طبعا بنطلب توصيات مثلا يعني ده مش في مصر بس ولكن عموما طيب الوضع أصبح كذلك بدأنا نلاحظ أن في ناس عندها الرغبة في أنها ترجع بلدها طيب خلينا بما أن في أماكن ابتدى كمان يكون فيها بعض الإصلاحات بعض الخدمات لازم يكون فيها خدمات الأساسية ما باشت بلد دمرت مثلا ونطلب أن الأطفال يرجعوا مثلا معهم ما عندهمش مدارس ولا مستشفيات مثلا اعا فالخدمات الأساسية وبالذات المدارس ومستشفيات دهون أهم عنصرين لازم يكونوا مطلوبين حتى بيسموهم البانيرز الروادي الأولين اللي هيروحوا يعيدوا إعمار الدولة نفسها أو المكان اللي حصلت فيه الأزمة